قرار اللي عتزال كان سهل يعني أنا متهالي أنه أي حد بيحب أي حاجة وهيبطل شغله صعب أنتو بتلعبوا دي رياضة أنتو بتحبوها دي هويتك دي مهاراتك دي حياتك كلها وده شغلك والله هو قرار مش مسهل طبعاً قرار صعب جداً وإن كان فيه أوقات كنت بمر بضغط عصبي جامد جداً وما كنتش بنام يعني بس الحمد لله قدرت يعني أستخير ربنا واستخير الناس القريبلية والحمد لله يمكن ربنا وفقني في الاختيار وفي التوقيت يعني الحمد لله أنت استنيت توقيت معين والله مش استنيت يعني أنا استخيرت ربنا ودايماً في معظم حياتي يعني بسيب الأمور لربنا يرتبلي بس أنا بستخيره وبسيب الأمور يعني تترتب زي ما بيقولوا كده ربنا بيرتب وبسيبها كده والحمد لله يعني في الاخر بتطلع حاجة مردية وبتبقى حاجة كويسة الحمد لله امتى بس ضبط فكرت انه لا انا حاسس ان انا قربت امتى مش عارف بس خلاص حاسس انه هانت والله انا برضو مش حتة حاسس بحية اللاعب ان انا حاسس ان انا مش قادر لا الحمد لله انا كنت قادر وافع رجلي كويس جدا وتوقيت كان كويس بس انا يعني باخد رأيي ناس ورايبين ليه كتير يعني زي ما بيقولوا كده انا شايف من بعيد ان الموضوع خلاص يعني الموضوع قرب بس انا لازم اخد قرار في توقيت كويس وده يعني الحمد لله اللي ربنا وفقني فيه وبشكر طبعا كل الناس اللي كانوا قريبين مني وبستشيرهم الحمد لله يعني انا راضي وزي ما قلت قبل كده الواحد راجع المشوار الكبير اللي عمله وراضي الحمد لله زي ما قلت ان ربنا رتب ان التوقيت كان كويس جدا الحمد لله يعني حاصلين ع مركز ثالث عالم كاس عالم الاندية وكنت بلعب الماطش الاخير وانا كابتن الفرقة شارة الفريع على دراعي دي حاجة برضو ما كنتش عميل لها حساب ولا ترتبات دي حاجات كلها حاجات كويسة والحمد لله يعني مين اللي استشارته في القرار مين اللي كنت ابتسك في رأيي فسألت وانا بفكر عبطل خلاص والله استشرت ناس كتير ومنهم طبعا كابتن محمود الخطيبة انا بشكره ان الفترة دي كنت دايما بتكلم معاه وكنت بكلمه من حتة انه هو يعني زي والدي مش رئيس النادي الاهلي باخد رأيي في حاجات كتير جدا وكمنها القرار ده وهو طبعا قلي لا استنى شوية بعد كاس العالم احنا طبعا داخلنا عكاس عالم وحتاجينك وحتاجين كل الناس وطبعا الكابتن عالعب صادق ودكتور عمادي يوسف وكابتن خالد بيب وكابتن ابوتريكا مش عايز انسى احدوا كابتن بركات ناس كتير اخذت رأييهم والحمد لله يعني زي ما قلت لحضرتك التوقيت كان كويس والحمد لله يعني ترجمة نانسي قنقر